قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم بشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم وطيقة الكف تكشف العقوبات التي سيتعرض لها اتحاد الجزائر واتحاد العاصمة الجزائري بعد الانسحاب تصريحون مفاجئ من رئيس اتحاد العاصمة بعد عودته إلى الجزائر فريق نهضة بركان يتلقى مكافأة مالية كبيرة بعد التأهل نهائية الكنفيدرالية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار وطيقة الكف تكشف العقوبات التي سيتعرض لها اتحاد الجزائر واتحاد العاصمة الجزائري بعد الانسحاب في ضوء الأحداث الأخيرة يواجه فريق اتحاد العاصمة الجزائري خطرة حمل عقوبات شديدة من الكف بسبب انسحابه من لقاء نادة بركان لدي أقيم مساء الأحد ضمن مرحلة إياب نصف نهائي بطولة كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم ويعتبر اتحاد العاصمة خسرا في مباراة الإياب بناتجة ثلاثة أهداف مقابلة لشيء ممثلة لنتجة مباراة الدهب التي جارت في الجزائر بالإضافة إلى ذلك يتوقع أن يواجه النادي عقوبات رياضية ومالية مكتفاء ووفقا للوائح المنظمة لكأس الكنفيدرالية الإفريقية فإن أي فريق يتخلى عن مشاركته في أدوار الربع النهائي أو نصف النهائية يطالب بدفع غرامة مالية تبلغ خمسين ألف دولار أمريكي حسب ما تنص المادة الثامنة من الفصل الحادي عشر ويشير الفصل نفسه في مادة العشرة إلى أن الفرق التي تعلن انسحابها بعد بداية المنافسات تواجه عقوبة الإقصاء من جميع البطولة الإفريقية الخاصة بالأندية لمدة موسمين متتاليين وهذا ما ينطبق على اتحاد العاصمة وبناء على المادة الثالثة من الفصل الحادي عشر لقوانين البطولة يتعين على اتحاد العاصمة أيضا دفع غرامة قدرها خمسة عشر ألف دولار أمريكي إلى الجامعة الملكي المغربي لكورس القدم كتعويض للفريق المضيف الاتحاد الجزائري لكورس القدم بدوره لن يسلم من العقوبة أيضا حيث توضح المادة الثانية من نفس الفصل بشكل قطع أن الاتحاد يتحمل المسؤولية المالية وأي تأحكام أخرى نجي مع انسحاب أي من أنديتها وهذه القرارات تصدر عن لجنة الأندية أو لجنة الاندباط التابعة للكونفيدرالية الإفريقية لكورس القدم تصريح مفاجئ من رئيس اتحاد العاصمة الجزائري بعد عودته إلى الجزائر كشف كامال حسين رئيس النادي اتحاد العاصمة الجزائري عن تفاصيل انسحاب فريقه من مباراة إيابي نصف نهائي كأسي لكونفيدرالية الإفريقية لكورس القدم التي كانت ضد نهدة بركان الأحاد الماضي وذلك بسبب سيائهم من ارتداء الفريق المغربي قمصانا تظهر خريطة المملكة المغربية الرسمية وفي تصريحات للإعلام الجزائري بعد عودته إلى الجزائر الصباح الاثنين قال حسين أخبرنا ممثلة الكاف خلال الاجتماع التقني قبل اللقاء بأننا لن نقبل بلاعب نهدة بركان بالقمصان التي تحمل خريطة وسنرفض خوض المباراة في حال حدث ذلك ووضح حسين أن الفريق المنافس ظهر يوم الأحد بنفس القمصان مما دفع فريقه لعدم الدخول إلى أرض الملعب ومن ثم غادروا إلى مطار وجدة واستقلوا طائرة متجهة إلى الجزائر وأعرب رئيس اتحاد العاصمة عن خيبة أمله بعد الخروج من البطولة بالخسارة ذهابا وإيابا مشيرا إلى أن الفريق كان يأمل في الدفاع عن لقبه الذي فز به النسخة الماضية وتبع كلنا محبطون الجميع كان يتطلع للاحتفاظ باللقب ولكن ما حدث كان مؤلما ومع ذلك نحن نأمل في استعادة الكأس الأفريقية مرة أخرى وأضف حسين أن الفريق قدم شكوى بخصوص الوقيع وأنهم يعتقدون أن القوانين تقفوا إلى جانبهم وأشار إلى صعوبة الإقصاء بهذه الطريقة من نصف النهائي البطولة وكذلك أزم الفريق على التغلب على هذه المحنة والتحضير جيدة للمبارية المؤجلة في الدورة الجزائرية وفي انتظار قرار محكمة التحكيم ريدي الطاس تقدم مسؤول الاتحاد العاصم الجزائري والاتحاد الجزائري لكورس القدم بطعن ضد قرارة لجنة المسابقات والاستئناف التي قضيتها بخسرة الفريق الجزائري في مباراة الدهب بناتجة ثلاثة سفر بعد رفض السلطات الجزائرية الإفراج عن قمصان نهضة بركان المحتجزة في جمالك مطار هواري بومدين فريق نهضة بركان يتحصل على مكافأة مالية كبيرة بعد تأهله للنهاء على حساب اتحاد العاصم الجزائري ضمن فريق نهضة بركان المغربي مكافأة مالية قدرها مليون دولار أمريكي بعد تأهله إلى نهاء بطولة كأسال كون فيدرالية الإفريقية هذا التأهل جاء نتيجة انسحاب اتحاد العاصم الجزائري خلال مباراة الإياب في نصف النهائية وفق لما صرح به الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مؤخرا سيحصل الفائز بالبطولة على جائزة قدرها 2 مليون دولار في حين سينال الوصف مليون دولار وبذلك يكون نهضة بركان قد من على الأقل الحصول على مليون دولار من جوائز البطولة مع إمكانية زيادة الجائزة المالية إلى مليوني دولار حيث يسعى ممثل الكرة المغربية في البطولة إلى تحقيق الفوز في النهائي ضد فريق الزمالك المصري ليحصد اللقب القاري ولقد وصل النهضة بركان إلى المباراة النهائية 3 مرات من قبل الأولى كانت في عام 2019 حيث خسر اللقب لصالح فريق الزمالك والثانية في عام 2020 حيث توجب اللقب لأول مرة على حساب فريق بيراميدس والثالثة في عام 2022 عندما فز بلقبه الثاني ضد الفريق الجنوب إفريقي أورلاندو بيراتس بسبب الدولي المغربي أشرف حكيمي جواو كانسيلو يقترب من الرحيل عن برشلونة يتجه اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو نحو مغادرة نادي برشلونة الإسباني حيث باتت احتمالة رحيله تزداد وذلك بسبب المنافسة الشديدة التي وجهها من المدافع المغربي أشرف حكيمي لعب باريسان جرمان الفرنسية وافد محللون بأن جواو كانسيلو قد وجه صعوبات متزايدة في الفترة الأخيرة مع برشلونة مما عزز من فرص رحيله عن الفريق الكتالوني وفق لموقع وينوين الذي نقل عن بارسا يونيفيرسال بدت الأمور تسير بشكل جيد لكانسيلو هذا المسم حيث كان هناك توجه قوي من قبل برشلونة لإشراء عقده بصورة نهائية من نادي مونشستر سيتي وأشار الموقع لأن جواو كانسيلو كان يشعر بالراحة والتفاؤل حيال إمكانية استقراره في برشلونة وذلك بعد فترة غير مستقرة شهدت خلافات مع المدرب بيب كوارديو لا في مونشستر سيتي وتجربة غير موافقة مع باير مينيخ وقد شارك جواو كانسيلو لمدة 90 دقيقة في مباراة ذهاب ربع نهائي دورة أبطالأوروبا حيث سهم في فوز برشلونة المهم خارج أرضه بنتجة 3-2 أمام باريسان جرمان مما أعطى النادي الكتالوني فرصة كبيرة للتأهل إلى نصف نهائية لكن الوضع تغير بشكل كبير في مباراة الإياب بعد عودة أشرف حكيمي الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإقاف وقدم حكيمي أداء متميزا بمساعدة من الفرنسي عثبان ديمبيري على الجهة اليمنى مما تسبب في تحول حياة كانسيلو إلى كابوس في الجهة اليسرى وكان أحد الأسباب الرئيسية في خسارة برشلونة بنتجة 4-1 واستبداله في الدقيقة الثانية والثمانين من اللقاء بقرار من المدرب تشاف هرنانديس وهذا ما أكد خروج برشلونة من البطولة أمام الخصم الفرنسي وأكد الموقع أن الظروف كانت مواتية لكانسيلو خلال الموسم حتى جاء أشرف حكيمي وتسبب في تحول تجربة اللاعب البرتغالي في برشلونة إلى كابوس